حاجة كانت ممكن يعني كنت ممكن انا اكون موجود فيها فاكيد الحاجة اللي انا شفتها من نفس كلامك في الشارع بحس ان الكلام واحد الناس في في الناس مش بتحبنك عشان لشخصنا لا هي شايف ان انت ممكن زي ما بشوف ميده مجتهد ممكن يبقى في المكان ده يفرق كتير مع بلده ونول شرف زي ما انت قلت شرف كبير زي انه ضرب منتخب مصر الكلام واحد يعني طب ليه ما تحطيتش هل حسنت انه في جدية من المسؤولين اياما في اللجنة بجدولك مفيش اي تواصل حاصل الاسم اتطرح في الاعلام بس جدا يعني بشكل حتى ممكن انت وصلت المرحلة انت كنت بتتحط في في اخر الشورت لستر اللي هو الاسامي اللي كان بتحط فكانت هل حسنت بالاهنة ان انا ليه بعد التاريخ ده كله اللي عملته وانا وابراهيم حسن بعد التاريخ كله اللي عملته المصر كالعيب وراجل بضرب من سنة 2007 وفي ظروف صعبة واثبت نفسي في اكتر من مكان ان انا حق الشرعي او حقنا الشرعي ان يبقى في جدية من المسؤولين ان احنا نبقى موجودين على رأس الجهاز الفني والإدارة المنتخب بالزبط هل حسب بالاهنة ولا لا؟ مش باهنة لكن فيه لا مبلاء مقصود يعني او فيه تجاهل مقصود يعني انا عايزة اخدم بالد زي ما اكتهدنا واحنا بنلعب عندي باورد او طموح كبير قوي في المجال اللي انا فيه انا مش باشتغل فيه كشغل ده ما اتعارف احنا لعبنا مع بعض وكان فيه وقت من الوقات كان فيهم دورة بين اجانب يعني انا كنت بحس ان فيه رؤية ان انا راحت بيشتغل بيها فيه ابتكار او اول حاجة ان انا عايز اعملها خاصة في حتة التدريب حس ان انت تدع تعمل نفس الانجازات كمدرب كلاعي بالزبط نفس لكن هي مش بالكلام بس يعني هي مش بالكلام لو عيدنا للشريط او 2007 لحد النهاردة المحطات اللي انا اشتغلت فيها مع الظروف ان انا لو مسكت لو اشتغلت في زي ما اولت اشتغلت معنات الزي مالك في زروف صعبة للجميع النهاردة انت لما هل فيه ايجابيات تتعاملت ولا لا في المحطات اللي انت اشتغلت فيها هل انت الوحيد لو انت ترشحت الوحيد مدرب الوحيد او المصري الوحيد اللي درب منتخب خارج مصر بعد الكابتن محبود الجواري كنت انا يعني في المنتخب الاردن وتحقق نتائج كبيرة اتحقق نتائج ان انت توصل الملحق لكاس عالم مع المنتخب الاردن مع اوروه وتحقق نتيجة ايجابية برا رغم من الخسارة اللي خسرناها في الاردن ان انت توصل لن نهايات كاس الأمم في اسيا ودي صعبة وانت عارب بطولها طبعا من غير بدون هزيمة فانت النهاردة لما بتحط السيفيه بتاعك حتى لو انت قمضت عينك تسيبك من خبرات تسيبك من اسمك او لعبت او ما لعبتش النهاردة لما بتحط شغلك كمدرب انت دربت في دربت القديق من 2007 عندها كبيرة وعندها جمهارية ووو ووالتول الكيرف بتاعها فنيا و وال Level اللي وصل لي مسال نادي المصري او الزيمالك او او منتخب الاردن دي من نسبه المحلي لما انت مسكت منتخب زل ما قلت منتخب الاردن ما دي حاجات دي تخليك عدك القرندي خبرة دولية بالزرعة يعني انت لعندها كبيرة اللي موجودة في مصر انتpiece دربتها يعني ما قد ات차 مع النادي الأهلي نادي الزيمالك نادي الانا المصري الاتحاد الاسماعيلي اللي عندها فعندك خبرات ان انت ممكن تقييمك للمجهود كله اللي انت عملته من 2007 لحد النواردة كل كل كلام ده برضو ان انت ما بصيتش فيه ولكن انا شايف ان كل